غير متوقع يعني اه فاهمين الالف مرحلة السعود وهبود مرحلة عدم استقرار فني في الملعب ولكن منافس منافس هبط رسميا إلى دورة درجة الثانية منافس ما عندوش امكانيات فتصورنا الاهلي النهاردة هيقدر يحسم المباراة دي بسهولة لحد ما وصلنا للديار باوتسين عشان الاهلي يحقق الهدف اللي كان عايزه ويسجل الهدف ويصال لدور السمانية من كباس مصر دي النهاردة الاهلي ما ظهرش بشكل جيد والله مفاجأة كريم مفاجأة بأمانة شديدة ومفاجأة وتحط علامات استفهام حول اداء المدير الفني لان المدير الفني يلعب قدام فريد المقصة في الدورة يكسبه بهدف ديانك والمقصة كان ليه يسجل هدفين تسلل هم صحيح تسلل ده برضو بحط علامات استفهام كمان ضيف على المدير الفني ضيف على اللعيبة يعني برضو اداء اللعيبة برضو وعليه حاجات غريبة جدا ومش مفهومة يعني انت لعبت من يومين قدام المصري ماش فيه روح وفيه تفاعل ورغم ان الناس كلها تفاجئت بالتشكيل بعد انبارات الاتحاد فوقت بالعناصر الشباب وناس بدأت تحس ان فيه حاجة بتتعمل في الفرقة والولاد خدوا فرصة وبعد كده فاكه تراجع عن دفع الشباب بحاجة انه هم مرهقين ولازم ادي ناس تانية واسرار على لويس مكسوني معرفش هال الله اللي هو بيسوع اللعيب ولا محدش فهم برضو ايد ده تفسير منطقة الوحيد ده تفسير برضو مش وينكمش منطقة يعني ما كدش صحي وعمل حاجة غريبة برضو في ماتش المصري برضو مش فهمها وعاوز افهمها برضو والناس كلها برضو بتسأل يعني خرجت الباكليفت في ماتش المصري ولعبت محمد هاني باكليفت وجيت في ماتش النهاردة لعبت محمد هاني باكرايت وجبت لعبت كريم فؤاد باكليفت وبعد كده حسيت كريم فؤاد مش عادلته وروحت تسحفه منزل محمد عشرة وبعد كده راح تسايب لناك النجم النجوم محمد هاني برضو ايه يعني عاوز اقولك على حاجة 14 مباراة صح الوضع في ظروف صعبة ولو افترضت انه الموديل الفني يعني هنقول منطقيا عشان برضو احنا مش عاوزين نكون قصير للدرجة انه ما خدش وقته الكافي الكلام اللي احنا بنقوله عشان نصبر بين الناس لكن الناس كانت تنتظر لمحة واحدة في خلال 14 مباراة لمحة واحدة تبرهن انه في حاجة بتتعمل تاكتك في الملعب على الاقل حتى التنظيم الدفاعي يعني انت خدت 3-4-3 ومشيت بيه واصلت لعب بيه قبل كده وكانت في ظروف معينة تيجي تلعبني قدام المقصة مع كامل احترام وبحي كابتن عدم لازي بصراع بأمانة شديدة انا حسيت المقصة عنديها فكل في الملعب بتاعم حسيت مدرب عاوز حاجة بسمش ولو امتلك عيد مرازيق الشجاعة كان ممكن يحرق الاهل المرمى لو امتلك الجراءة الهجومية انه كان ممكن يروح لمرمى عالي لطفي اكتر من مرة وراح في واحدتين انت بعملتوش واحدة مفراد تدخل فيها محمد عمين عم في الوقت المناسب وراح بواحدة تانية بس يعني ايه اتشاتت بس عالي لطفي جابة لو كانت اخوى من كده كانت ممكن تعمل مشكلة في حالة محايرة درجة انه الناس قاعدة بتتفرج وبيسألوا بعض هم عادين كده زي من نسا شيء وده النادي لاني يعني هل ده منطقي لو افترضنا انه المدرب معارفش يوصل ادي روح اللعيبة هل من المنطق انه الاهل لا يمتلك لعيب يعمل الفارق داخل الملعب لو افترضنا يا جماعة ده نص تشكلة الاساسيين صحيح يعني انت وجيت عديتهم محمد هاني بكرايا خلاص محمد عمين هم الراجل انت جبته عشان ادعامك كريم فهد انت حطيته رمي ربيحة في نص الملعب الدينج اللي هو قلب الفريق صحيح في الاحصاب حسب في قدام ونجم النجوم صراح محسن خلاص ده تشكلتك اللي انت شايف يعني انت صراح محسن يعني يعني هل مطالب ان المدير الفني يخلع التشيرته وقعد برة ويرميه على الارض بفعل عشان تحس بالمسؤولية ان انت موجود فيها هل من المنطق يعني يصل بالاهلي هل هذا الحال هل دولة ممكن يمثلوا لهلي بعد كده يعني الافترضت ما فيش مدير الفني دايما كان بتقال في فترة من الفترات وعشناها لو جبنا عم حنبولة كانوا في غرفة لبس لبس كان بس هياخد بطولات وهم غامي انت النهاردة ده مستوى يصل بالمرحلة انه فرقة تقعد شوت كامل وتقشر الجول المنافس مش عارف تعمل جملة ولما راحت بكورة المستر اكس ها حطها في صدر الجول وانا بحيب بأمانة شديدة حارس المرمى ابن الكابتن طرق سليمان وبقول اه ده تربية الاهلي ها هيطلع برة هيشوف وهيطلع يروح مكان وبقول له وركز وعيش ودور واشتغل عن نفسك بأمانة شديدة صحيح آآ كريم آآ كل الظروف ضد الاهلي الاهلي لا يستحق ذلك المأمانة الناس دي ظلمت الاهلي بإيه بعدم الأمانة بقول عدم الأمانة عدم الإخلاص لما تنتظر النعب منتظر الكورة لما تشوف حاج مفيش تحرك في المعام يعني حاجة الناس كل واحد منتظر الكورة تجيله محدش برحل الكورة يعني مفيش حاجة مديك وكأنه نازلين ضمنين الماطش ما هذه المصيبة الماطش في كاس ماصر الماطش في كاس ماصر يعني الماطش كان ممكن ثلاث دقايق دقيقتين بالزبط بعد الكورة دي اللي ما لما تحسبتش دربة الجزاء خلاص انت روحتك سرطايم هو اللي كان بلعب عليه كابتن عيد منازي وكان مخطط له وانا انا هاخدك هجهدك وبعد كده يعني اكيد هاخدف واحدة اكيد هتديني واحدة او اوصل لدربة الجزاء اوزدت دربة الجزاء انا عملت معا معا البطن اه عملت حاجة قدامه لا او لو ست دربة ترجيح خلاص حدش دام خلاص بقى دربة ترجيح انت بقى